السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معايا في قناة العوميد محبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو هذا سيكون اليوم على واحد تطبيق هذا التطبيق هذا اللي يمنع لنا الإشعارات والإشعارات اللي يبقوا يجيونا بزاف اللي كنبقوا نخدموه في الهاتف دينا وقبل ما نبدو في الشرح دينا كانت منعنا لما يشتركش في القناة يشترك معنا ودعمونا في اللايت دي لكم ونطلقوه من بعد هذا الفاصيل مرحبا بكم من جديد غادي نتكلمو كما قلناه على التطبيق اللي كي ملعنينا الإشعارات والإشعارات المزعجة اللي ما كي خليوكش تختم في الهاتف تاعك على خاطرك والسبب لي كي يجعل هاد الإشعارات والإشعارات كي يبقوا يطلعوا عدنا بزاف هو بعض الاختراس كانت نحمله ولا كانت اللي شارجوه بعض الطبيقات اللي كي يكونوا فيها كي تخلينا هاد السبب هدا بقى يطلعوا عدنا الإشعارات ولا كانت ندخلوا بعد اختراس الاشطافحات على المتصفح ديال جوجل كروم ولا أي متصفح ومن بعد كي يبقوا يدخلوا عدنا هاد هاد الإشعارات لأنه كان بزاف ديال المتصفحات اللي كي يطلبوا لنا المهم السماح ديال اللي هم باش يستعملوا بزاف الحواج من الهاتف ومن بعد كي يبقوا يسرطوا لنا الإشعارات إذا على بركة الله غادي ندخلوا البلاي ستور من بعد فيما كان ندخلوا البلاي ستور كان مشو المكان ديال البحث كان نكتبو الاسم ديال التطبيق اللي اسميتو بلوكادا بلوكادا يعطي هنا اللي هو الأول كان ندخلوا لي كان ندخلوا لي ومن هنا يا كان نحملوها أنا ما أعطانيش تحميل أعطاني غيلة بغيت نحيدو ولا نفتحو لأنني ديجا را ما نحملو في الهاتف ديالي انتو ما غادي تحملوه بطريقة العادية ديال بلاي ستور سهلة ومن بعد ما كاتحمله غادي نمشو دابل التطبيق باش نشوفو كيفاش غادي ناكتيفيوه ويمكن لنا نحبسوها نحبسوها للإشارات وهذا هو التطبيق كي يطلع عليكم على هاد الشكل هادا اللي اسميتو بلوكادا سلي كندخلوا ليه من بعد ما كندخلوا ليه كما كتشوفو عدنا الفوق كندخلوا ليه لأنه ما مأكتيفيش أول حاجة غادي نمشو لها غادي نمشو ال dns كندخلوا ليه كندخلوا ليه كندخلوا ومن بعد ما كندخلوا ليه كندخلوا ليه بلوكادا استاباوسادو يعني راح ابس كما قلت لكم ارا انه عندي باللغة الإسبانية ومن بعد ما كان اكتفه وكانت سنوى واحد شوية كانتظهر لنا الفوق هذا الويفي واحد ساروت هذاك ساروت وكانتولي لنا هناية الدي ان اس اكتفه بالخضر يعني رات اكتفه وباش كي منعناه كده الاشعارات والاشعارات المزعجة وبها الطريقة هذي كانتكونوا اننا منعنا الاشعارات والاشعارات المزعجة وحتى الهناية كان وصلوا لنهاية هذا الفيديو وكانتمنى اننا يكون عجبكم ولا عجبكم ما تبخلوش عنا باللايك اليالكم والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله